بشكل مفاجئ وغير متوقع شهدت أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية ارتفاعا جنونيا يفوق طاقة المواطن الشرائية في الأوضاع الطبيعية نهيك عن وضع الحرب الأسواق تشهد ارتفاع الأسعار غلاء أسعار كبيرة جدا يعني هذه لم نشهدها منذ بداية الأزمة إلى اليوم لا نعرف طبعا الأسباب التي دفعت الأسعار إلى هذا الارتفاع المفاجئ والسريع انقطاع الرواتب وتوقف مصادر الدخل شك لاعبا كبيرا على كاهل المواطنين ضعفته الارتفاعات الأخيرة للمواد الغذائية والاستهلاكية بالإضافة إلى تدهور سعر العملة المحلية خصوصا هنا في ريف محافظة تعز التي تقفل الميليشيات بعض منافذها أنا أعتقد أنه بالنسبة لتعز و بالنسبة للمناطق المحررة بتعز هناك تسيب أو لا مبالاة من الشرعية ما أدى إلى الارتفاع هذا القني بالأسعار وأيضا هناك عوامل أمنية قرار التحالف العربي بإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية للبلاد وإن استثني منهما يقع تحت سيطرة الشرعية تمثل فرصة سانحة لدى بعض التجار لإظهار حالة الجشع كما يقول مراقبون الأسعار نحن ما نرفعيش إلا بعد ما نشتري مرتفع تمام وفي سلطة محلية هنا تقيد وراقب تأخذ مننا الفواتير كم شروتاك كم كده تحدد لك سعر بل المبيعات أما أنه نرفع من أنفسنا ولذا هذا ليس صحيح عليهم قدك يلا كيف تقوصلها أخذ ما معاه مثل ما يغيب الأمن والاستقرار وتغيب أيضا السلطة المحلية عن القيام بواجبها في ضبط الأسعار ومحاسبة بعض التجار الذين يستغلون الوبع الحالي للثراء على حساب لقمة عيش الكادحين ثنائية الحرب والحصار أثقلت كاهل المواطن هنا في تعز وجعلت الغالبية يعيشون في منحدر سحيق مبتعدين أكثر هذه المرة عما كان يطلق عليه البقاء تحت خط الفقر ليأتي غلاء الأسعار مكملا ثالوث الموت الذي يتهدد حياة الملايين أكثر من أي وقت مضى فواز الحمدي قناة بلقيس تعز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر